موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في الحلقة الاولى من الموسم الرابع من برنامج رمضان واشياء اللي بتكلم فيه عن مسلسلات رمضان الحلقة الاولى جاية بعد ثلاثة ايام من شهر رمضان كل سنة طيبين جميعا وحشتوني لا بجد والله وحشتوني من غير الظهر يعني عايز بس اقول لكم شوية مقدمات بعيدة معان اللي حنتكلم فيه النهاردة وهي الحلقات الثلاثة الاولى من مسلسل النهاية اولا الموسم دو اتجاي لكم برعاية حلواني النص التاني فحابب اشكرهم في البداية على رعايتهم لهذا البرنامج النقطة التانية احنا ان شاء الله بإذن الله من خلال هذا البرنامج حنتناول بالمناقشة خمس مسلسلات الخمس مسلسلات هي مسلسل النهاية في الحلقة الثلاثة النهاردة بنبتدي اهو مع بعض مسلسل الفتوة مسلسل البرينس مسلسل ميتوش ومسلسل ليالينا ليه اخترت الخمس مسلسلات دول بالتحديد عشان مزاجي كده منتهى الامانة يعني انا اتفرجت على عدد كبير من المسلسلات اتفرجت على الاقل على حلقة واحدة من عدد كبير من المسلسلات واخترت الخمس مسلسلات دول مش بس لاني متشجع ان انا اكملهم لانهايتهم او حاسس انهم هيجذبوني اني اكملهم لانهايتهم بل الاهم من كده ان انا حاسس ان عندي حاجات اقولها فيهم لان في مسلسلات تانية كتير ممكن يكونوا عجبوني بس بمنتهى الامانة مش حاسس ان هيبقى عندي حاجات كتير اقولها مش هنعرف نعمل محتوى مش هنعرف نتناقش ونلاقي نقاط كتير تشجعنا ان احنا نقول رأي ونتقبل رأي اخر وحاجات زي كده فان شاء الله باذن الله ان هي هي على الخمس مسلسلات دول مناقشاتنا هتكون محملة بقدر كبير جدا من الحرق للاحداث ففي بداية كل حلقة هقول انا بتكلم عن انهي مسلسل ومن انهي حلقة لانهي حلقة علشان لو حد ما شفش الحلقات دي يبقى افضل انه يستنى ويرجع تاني يشوفهم لما يشوف الحلقة لما يشوف الحلقات اللي فايتها ان شاء الله باذن الله هنكون موجودين بشكل يومي على الستريم بتاعنا على نيمو على البث بتاعنا على نيمو وهيبقى فيه مساحة يومية لمناقشة الحلقات اللي احنا اتكلمنا عنها فلو حد حابب يتناقش معايا حابب يسألني حابب يطرح وجهة نظرة اي حاجة في الدنيا يشرفنا على نيمو اللينك حيكون موجود تحت في الدسكريبشن علشان يتابع كل حاجة ويريت تشتركوا في القناة ويريت تتابعونا في برنامج رمضان واشياء عشان ان شاء الله حيتم الاعلان عن مسابقة وجوائز من الراعي بتاعنا حلواني النص التاني ان شاء الله باذن الله هتعجبكم اخر نقطة قبل بنتكلم بشكل مباشر في مسلسل النهاية انا متأسف ان الحلقة دي هتبقى الى حد كبير بصريا لمؤخزة يعني قرعة مش هيبقى فيه لقطات مش هيبقى فيه اي حاجة زي دي وده لان التريلر اللي انا عملتها المسلسل النهاية اتحذفت من القائمين على المسلسل وده حقهم تماما فبناءا عليه انا حابب اتجنب استخدام اي مواد ولو حتى صورة لان انا لو استخدمت صورة من المسلسل فيحق لهم كذلك ان هم يحزفوا الحلقة وانا مش عاوز ده يحصل كل واحد يحتفظ بحقوقه مفيش اي مشكلة وبناءا عليه انا حلقتي هتكون بدون اي لقطات من اي مسلسل من الخمس مسلسلات اللي احنا هنتكلم عليهم النهاردة هنتكلم زي ما قلنا عن الحلقات من واحد لتلاتة في مسلسل النهاية مسلسل النهاية من بطولة يوسف الشريف عمر عبدالجليل ناهد السباعي صحر الصايغ احمد وفيق محمد جمعة سيناريو وحوار لعمر سمير عاطف ومن اخراج ياسر سامي احدثنا بالدور في المستقبل البعيد نسبيا سنة 2120 والاجواء عبارة عن نقدر نقول عليها بوست ابوكاليبتك ديستوبيا يعني هي احداث فعلا في واقع سيء جدا في احوال سيئة جدا ممكن يتقال عليها نهاية العالم مجازا يعني وفي واقع بيحكموا عدد من الشركات والشركات دا اللي بتحكم بشكل مستبد جدا ولا يهمها الا تحقيق مصالحها الشخصية وتقمع الناس في المجتمع اللي احنا بنتكلم عنه بالتحديد وهو مجتمع القدس في المستقبل البعيد دا واللي تم تحريرها وبتحكم بالكامل ولكن الواقع اللي احنا فيه ساهم في ان وضعها وظروف الحياة فيها تكون صعبة جدا ومن مظاهر الحياة الصعبة دي ان التعليم اصبح انتقائي دي فكرة جندا جدا بصراحة يعني فيه ناس هيبقى منحسن حضوهم انهم بيتعلموا فيه ناس لا ولو فيه حد تبرع بانه يعمل مدرسة للتعليم بشكل موازي او حاجة بالطريقة دي يبقى بيجرم وبناء عليه بيتم تتبعه من المؤسسة الامنية اللي في حالتنا دي عبارة عن شركة خاصة وضديه برضو من الحاجات الذكية جدا اللي في المسلسل احداثنا بتركز اكتر على مهندس اسمو زين معني اكتر بتحسين الحياة في المجتمع اللي هو عايش فيه وده بيقابل بشكل سلبي من مديرينه في شركة الطاقة اللي هو بيشتغل فيها ومتزوج من شخصية ناهد السباعي اللي بيتم التواصل معها من الجهة الامنية وبالتحديد من خلال زابط امن في شركة الامن دي اسمه مؤنس علشان تديله تخصيص من المنتجات اللي هي بتشرف عليها المنتجات الغذائية اللي هي بتشرف عليها ولما بترفض بيقرر ان هو يحطها هي وجوزها في دماغه عشان يمسك عليهم مخالفة اعتقد ان الهدف منها ان هي تديله يد عليا في التفاوض معها ومن خلال تتبعه لشخصية زين بيكتشف ان الامر حيكون سهل جدا وده اللي احنا بنشوفه في الحلقة الثالثة بعد ما زين بيقرر ان هو يستخدم واحد من المنتجات بشكل غير شرعي عشان ينقذ مراته وابنه اللي جاي في الطريق او البيبي اللي جاي في الطريق وده بيحطوه خلاص تحت درس من الاخر مؤنس ده بشكل موازي فيه عندنا شخصية صباح اللي بتحب زين جدا بشكل يبدو ان هو مرضي بشكل يفتقد العقل يعني ما هو سبيه من الاخر وبتشتغل على تصميم روبوت شبهه بالضبط عشان تعيش معاه وتعود الحرمان اللي هي عايشة فيه وبتسعى للحصول على مساعدة من عزيز اللي بيشتغل في قطع الغيار بشكل شرعي وبشكل غير شرعي وبيوافق ان هو يساعدها على تصميم هذا الروبوت مقابل مش عارف بالضبط مقابل ان هي هتعمله اللي هو عاوزه وانها عندها حاجات كتير ممكن تفيده بيه بس لغاية اللحظة اللي احنا وقفنا فيها هو مفيش فايدة مباشرة عائدة على عزيز وانا مش عايز اتصرع في ان انا خش في النقطة دي لغاية لما نبقى نوصل لها حنتكلم فيها وبننتهي بان الروبوت دوت بيصحى فعلا وبيشتغل فعلا ودي النقطة اللي بتنتهي عندها الحلقة التالتة انا اخترت ان انا ابتدي الحديث عن مسلسل النهاية لاني اعتقد ان انا لو كنت استنيت شوية الموضوع هيبطرخ مننا اكتر واكتر لان مسلسل النهاية بكل تأكيد الاغنى ما بين كل المسلسلات اللي احنا شفناها لحد دلوقتي والاغنى دي بعيدا عن الافضل هو فعلا من الافضل حتى الان بس الاهم ما قوي هي نقطة الاغنى دي لان المسلسل بتاعنا في خيال علمي في دراما وبما اننا عارفين مسلسلات يوسف الشريف فاحنا متأكدين انه حيكون في غموض وعشان نختبر احنا لسه مختبرناش جزء الغموض ده لغاية دلوقتي وان كان ممكن يبقى له علاقة شوية بالتاريخ اللي احنا كل شوية بنتكلم عنه واللي اعتقد من التريلر ان احنا ممكن نرجع له سواء في مشاهد او انا حراهن ومليش دعوة بص وانا براغن ان المسلسل ده فيه صفر في الزمن ده رهاني الشخصي ايه بقى اللي حيحصل معرفش رغم ان انا كنت متوقع انه حتبقى شخصية في المستقبل وشخصية في الحاضر لكن ده مش ده اللي حصل هو طلع فيه روبوت وطلع فيه انسان عادي بس انا لسه براهن انه فيه ده جماعة رهان في الهوى انا حاسس بس ان الدنيا حتاخدنا في صفر في الصفر في الزمن خلينا نقول في الزمن مش لازم للمستقبل ممكن يكون للماضي فالموضوع غني جدا والموضوع مليان احداث ومليان اجواء مختلفة ومليان نوعيات مختلفة من ومن من طبيعة الاحداث اللي بتحصل وكلها متنفذة بشكل كويس بشكل متفاوت في البداية انا لازم اشكر بشكل واضح جدا فان كل اللي انا قلته ده تم تقديمه بشكل سلس جدا من خلال الاحداث فيه عندنا اكسبوزيشن طبعا فيه عندنا مشاهد مخصصة بالكامل بس عشان نتعرف على قواعد العالم اللي احنا عايشين فيه وعشان نتعرف على طبيعة العالم وإن ينفع وإن ما ينفعش وده تم بطريقة تعتبر سلسة بطريقة غير مزعجة على المشاهد مش بس هم مين وبيعملوا ايه لا وعارفين طبعتهم واهدافهم كمان وده شيء ناجح جدا بالوضع في الاعتبار زي ما قلنا ثراء المسلسل بعيدا عن ثراء الاحداث ثراء الاحداث عندنا احداث ثرية زي ما قلنا احنا عندنا خطين رئيسيين اشتغلوا لغاية دلوقتي وكل خط فيهم تناول عدد من الخطوط الفراعية وان كل ده يحصل في تلات حلقات مع تقديم معلومات كتيرة قوي مع اعداد المشاهد لانه داخل على مسلسل خيال علمي ومسلسل اكشن ومسلسل درامي وتحضرنا لامكانية الغموض والاثارة فيما هو قادم من الاحداث فاعتقد ان ده نجاح مباشر جدا النقطة اللي لازم نتكلم فيها وهي اللي كنا تكلمنا عنها ولما تكلمنا عنها في التريلر رياكشن ما كانش قصدنا الانتقاط خالص زي ما انا وضحت في التريلر رياكشن الله يرحمها يعني نقطة هل المسلسل ده مأخوذ عن اعمال اخرى ولا لا او متأثر بشكل زائد من اعمال اخرى ولا لا وانا ما قصدتش ده بالشكل السلبي واعتقد ان انا من اخف الناس اللي تكلموا عن ده وفي ناس كتير الكلمات عندنا الموضوع بشكل اكثر قصوى واكثر حدة ومش عارف بالصراحة جابوا القصوى والحدة دول منين على مستوى الاحداث لا المسلسل حتى الان ما بيفكرنيش باي مسلسل تاني عشان يكون الموضوع واضح يعني مش مسلسل سوري فيلم اي عمل اخر فكرة ان احنا بنتكلم على حاجة متاخدة من اليسيم او متاخدة من ترمينيتر او متاخدة من معرفش مين لغاية اللي شفناه لحد دلوقتي مفيش اي تأثر في الاحداث من اي نوع فيه تأثر بصري واضح ومحبب جدا انا ما اعتقدش ان فيه اي مشكلة مع اي حد مع ده لان اصلا الافلام الامريكاني نفسها لما بتيجي تاخد لما بتيجي تعمل خيال علمي بتبني على اللي قبلهم عملوه فالتأثر البصري حياجي منين يا جماعة انا مش اخترع الضرة يعني انا لازم اشتغل على اللي شفته قبل كده فالتأثر البصري موجود في كثير من العناصر والتنفيذ بتاعها محترم جدا في حدود العمل التلفزيوني وانا مش قصدي اقلل من اللي موجود هو طبعا اللي موجود ده مش على نفس المستوى السينمائي الامريكاني اللي امريكا نفسها ما بتراشت وصله في كل عمل بتعمله يعني ممكن نقول انه هو محترم جدا على مستوى الخيال العلمي التلفزيوني وبرضو انا بقول كده ده مش تقليل ما الخيال العلمي التلفزيوني ده هو العمل وستورد يعني على سبيل المثال فلما نقول المسلسل ده بصريا مقبول جدا في حدود ده على مستوى الانجازات اللي هو كان بيحاول يدور عليها فده شيء كويس جدا ومش عاوز نمسك في مسلسل زي ده بالتحديد ونقعد نطلع لقطة الفتصانة في كل غلطة بصرية او في كل غلطة تقنية موجودة لان احنا داخلين داخلين مجال زي ما المسلسل كده بيحكي على معرفش كم سنة قدام مئة سنة قدام احنا بنتكلم على برضو عدد كبير قوي من السنين قدام على مستوى ان احنا عندنا مسلسل بيعمل خيال علمي متطور بالشكل ده وبفكرة اصلية كمان فنظرية الدم اللي على البنطلون بتاعي جي منين واحنا بنتكلم في الخيال العلمي بالتحديد في مسلسل النهاية اعتقد انها لازم يكون فيها قدر معقول من التساهل ولكن علشان برضو نبقى حطينا الموضوع على الترابيزة التطبيق الخيال العلمي او تطبيق عناصر الخيال العلمي بصريا في الحلقات التلاتة الاولى واعتقد ان ده حيكمل معانا يعني لان ما فيش مجال التراجع عنه لا يستوي بنسبة بنسبة كبيرة بلاش اقول مية في المية لا يستوي بنسبة كبيرة مع الواقع الديستوبيان اللي احنا بنتكلم عليه لان احنا بصينا على القدس من بره وعلى فكرة اماكن التصوير عظيمة رائعة اعتقد ان الكلام ده مش في مصر طبعا معرفش في اوروبا معرفش فين بالزبط متصور حقيقة ما عنديش معلومة يعني بس الاختيار هايل مش زي مسلسلات تانية كتير بيطلعوا يسافروا بره عشان يتفسحوا بره لا الناس دي ما عملتش كده الفكرة ان احنا كل ما بنبص من بعيد بنشوف مباني مهدمة بنشوف طرق مش ممهدة بنشوف خدمات سيئة جدا بنشوف حاجات بالطريقة دي وده بينقلنا واقع الديستوبيا اللي احنا موجودين جواها او البوست أبوكاليبتك حالة اللي احنا موجودين جواها الضمار والخراب ودائما لما بنتكلم بنتكلم على ان الناس عايشة وحش وان ظروفهم سيئة وكلام زي ده بينما لما بنيجي نوصل لنقطة التكنولوجيا الموضوع بيبقى متلمع قوي لما بنيجي نشوف حد راكب في اوتوبيس بنلاقي اوتوبيس عادي بالابواب اللي بتفتح بالدراع والكلام ده كله بس قدامه شاشة البوية نظيفة الحاجة نظيفة كلام زي ده بس لما بنيجي نكلف الخيال العلمي بقى الدنيا بتبقى انضف بكتير عندنا شخصيات كتير شكلها مهان ومتبهدل ويعيني عايشين في ظروف سيئة جدا ولما بيطلعوا الموبايل الترانسبارنت التوتش العظيم اللي بيطلعو ده بيطلعو جميل وكمنيكيشن ديفايس هيلة وشغالة حلو لا مكسرة ولا معوجة ولا معمولة ولا كلام زي ده ده مش مشكلة كبيرة يمكن حد كتير ما يخدش باله منها بس انا بتحديد كنوعية من المشاهدين ما بقتش عارف احنا فين بالزبط خصوصا وان المسلسل ما خدش وقته في الحلقات التلاتة الاولى عشان يوضح لنا ابعاد احوال البشر في العالم ده عاملة ازاي يمكن بنطلع عليها في كل ظرف يعني لما بنخش جوا مدرسة من المدارس الغير النظامية الاجرامية المجرمة قانونا فاللي احنا بنشوفه ده بنشوف الظروف بتاعت التعليم لما دخلنا المستشفى شفنا الظروف بتاعت الصحة لما دخلنا مصنع شفنا الظروف الظروف بتاعت العمالة كل ده شيء كويس بس الحياة بقى بشكل عام هي اكيد الناس مش كلها عايشة زي زين فين الناس عايشة فين الوضع عامل ازاي بيأكلوا منين بيشربوا منين كان المفروض نبص عليها وبعدين لما نيجي ندمجها مع عناصر الخيال العلمي نلاقي فين عكاس او توافق ما بين الكنين انا بحس ان فيه تضاد ما بين الكنين ما بين العربية اللي زين نزل منها وكرسي اللي وده مراته عليه للمستشفى مشكل بسيطة يعني انا زي ما بقول مش هنقعد نتلكك على الحاجات دي ونقوله الدم اللي على البنطلون بتاعي جي منين بس واحنا بنتكلم بشكل بناء من اجل تحسين الامور دي واحنا بنبص عليها في المستقبل سلسل انها تعتبر واعدة جدا ومحترمة جدا يبقى لازم نلفط النظر لها تعالوا نحسن على ده تعالوا نبني على ده علشان نعمل احسن واحسن اللي الحقيقة متميز جدا 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 هو الاكشن احنا شفنا عدد من مشاهد الاكشن اللي مش كتيرة قوي يمكن الحلقة التالتة بالتحديد اللي كان فيها استعراض لده بشكل اعمق وبشكل فيه تفاصيل اكتر هايل هايل حقيقي هايل يعني انا لو تسألني مع كامل احترامي وتقديري عناصر الخيال العلمي بصريا ولكن الاكشن عندي انا هو المتميز هو اللي انا حقيقي عايز احييه وبيبعو للتعايش وغموض الاحداث النابع من اصليتها مخليني مش عارف كل مواجهة اكشن هتنتهي على ايه خصوصا وان دخول الروبوت على الخط بيحط شخصية زين الرئيسية في وجه الخطر بشكل مباشر انت لا تستبعد ان هو يتم ازيته او قتله او موته او اي حاجة في اي لحظة وشخصية الروبوت تكمل حتى وانت شايف التريلر حتى وانت عارف الاحداث اي حد فيهم ممكن يكون اي حد فيهم ودي كلها عناصر جيدة جدا وبصراحة لفتت نظري فبناءنا عليه المسلسل بادي بداية كويسة جدا وبداية محترمة جدا الدراما بتاعته متمسكة الدراما بتاعته غنية الاكشن بتاعه هايل الخيال العلمي بتاعه واعد جدا ويدعو للناس انها تساهم بشكل ايجابي علشان كلنا مع بعض نساعد على ان نوعية الخيال العلمي تقتحم الدراما بتاعتنا وتتحسن كل مرة عن التانية لغاية لما نوصل لشكل كويس وحتى التحفظات اللي عندي لازم احطها في اطار الظروف الانتاجية بتاعت المسلسلات دي نقطة مهمة جماعة لازم نتكلم فيها في كل مسلسلات رمضان ومش مسلسل النهاية بالتحديد الظروف المرة دي ممكن تكون كانت افضل شوية لان كتير من المسلسلات ده تنتهت من بدري فبناء عليه كان عندهم وقت مش زي ما دايما كنا بنتكلم على ان الدنيا مزنوقة وما فيش وقت لان العمل يتعامل بشكل عدل المرة دي الحجة دي برى الترابيزة بس دخلت مكانها حاجة تانية وهي الظروف اللي تم فيها انهاء التصوير تحت الحصار بتاع الكورونا والامور دي كلها بالاضافة للميزانيات انا اتصور ان مسلسل النهاية مع حسابات التضخم والمقارنة وكل حاجة انت عايزها في الدنيا مستحيل يكون اتعامل بميزانية شبه ميزانية بكل تأكيد يعني مش بتكلم فلوس لفلوس بتكلم حالة لحالة يعني شوف كده الاجور هنا كام والاجور هنا كام وتكلفة الحاجات دي كام وتكلفة الحاجات دي كام برضو لما تيجي تحطهم تقسمهم على كل القواسم المشتركة اللي في الدنيا عشان توحدهم هتلاقي مسلسل زي النهاية بكل تأكيد معمول بقى عشر الميزانية اللي اتعمل بيها عمل زي ده فده برضو لازم يتحط في الحزبان واحنا بنتكلم في الامور اللي زي دي اللي مش ممكن نسامح فيه قوي او اللي ممكن نكون عندنا الحق ان احنا ننتقده بشكل ادق شوية هو الدراما التكسيد الامور دي كلها المسلسلات اللي شفتها كلها بدأت بشكل كويس معادة حاجة او كنين في المسلسل او كنين هنتكلم فيهم في الحلقات اللي جاية احنا هنمشي بالطريقة دي يا جماعة النهاردة بتكلم عن مسلسل النهاية بكرة هتكلم يمكن وبعدين الفتاوة وبعدين ميتوش وبعدين ليالينا او ايا كان الترتيب اللي حنمشي فيه وبعدين هناخد يوم او يومين اجازة وبعدين نرجع تاني نزور المسلسلات دي بنفس الترتيب عشان نشوف وصلت لايه وقرأنا بقت فيها عاملة ازاي بالنسبة للمسلسل النهاية بالتحديد على مستوى الاداء التمثيلي جيد جدا من الجميع ما عنديش اي مشاكل مع اي اداء وعندي تكريم خاص جدا للاداء بتاع احمد وفيق بتاع صحر الصيغ وبتاع محمد جمعة في المشهد الوحيد اللي هو ظهر فيه ولكنه كان مشهد جيد جدا يوسف الشريف حتى الان جيد ولكن التحدي الكبير اللي جايله جايله مع ظهور شخصية الروبوت هنا بقى التحدي الكبير اللي انا شخصيا توقعته من التريلر وشايف ان هو هيبقى تحدي صعب ولو هو تميز فيه اعتقد ان هو هيبقى نجاح مبهر بالنسبانه وانا شخصيا سعيد جدا اني مش حطر ان انا اتكلم في الموضوع ده خالص الى بعد خمس ست ايه المهم يعني فمسلسل هايل اللي ممكن يكون ما بيتفرجش عليه مش عارف ازاي ممكن يكون في حد ما بيتفرجش عليه يعني مش كايف على نفسك يا عم انت لازم تكونوا بتتفرجوا عليه طبعا لانه تجربة حقيقي متميزة جدا واعتقد انها في اضعف الاحوال لازم تثير الفضول مفيش تقييم للمسلسل ولكن المسلسل الانهاية بكل تأكيد من افضل المسلسلات اللي شفتها بشكل عام مش بس ما بين الخمسة اللي انا باتكلم عليهم التقييم ان شاء الله حيكون في النهاية خالص افكركم كمان مرة تتابعونا علشان فيه هدايا وفيه جوائز وفيه مفاجآت وفيه مكافآت من الرعي بتاعنا حلواني النص التاني ياريت تعملوا شيروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجهلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بوجو وبي باي